نروح طبعاً لكرة الطائرة سيدات والحقيقة بيعملوا موسم جميل استثنائي زي المواسم التانية ولكن موسم ده موسم صعب بنستعد للصيد بكرة نهائي كأس مصر ودي لقطات من ماتش قبل النهائي مع نادي سبورتينج في اسكندرية واللي شهدت طبعاً اللي شهدت طبعاً يعني قطع النور مرتين في الصالة فطبعاً النادي الأهلي فاس 3-0 تأهل للنهائي الصيد فاس على نادي الزمالك في ميت عقب 3-0 وتأهل النهائي أيضاً بكرة المباراة ستقام على صالة أشياء الدخان بإذن الله لنهلكم بكرة على الهواء مباشرة والستوديو تحليل هيكون الساعة 5 انتظرونا هتبقى فيه تغطية خاصة عشان دخلكم في الأجواء ونستمتع طبعاً بأداء فريق الكرة الطائرة سيدات بكرة بإذن الله ويكسبوا زي ما عودونا الماتش بكرة هتلعب الساعة 6 طب نادي الصيد ايه نادي الصيد تقريباً هو اللي كان ماشي معنا منافس في الدوري بشكل كبير وبرضو كان مباراة الختمية معاه وفوزنا عليه برضو كان في صالة الأمير عبدالله الفصل وخلينا فكركم ان احنا بكرة مش هيلعب معنا اتنين لعبات مهمات جداً جداً اللي هم فريدة العسالاني ودعاء الغباشي طب ليه مش هيلعبه؟ هيلعبه مع منتخب مصر في بطولة مؤهلة اللومبياد الكرة الطائرة الشاطئية فطبعاً نادي الأهلي مرضاش كان من حق نادي الأهلي طبعاً انه يوقف الموسم يقولك لا لا مش هيلعب الكاس لا ما تيجي اللاعبات بتاعتي ولكن النادي الأهلي دائماً حريص على نجاح الموسم المحلي وايضاً نجاح المعسكرات للمنتخبات فالنادي الأهلي وافق انه ما يلعب بدونهم وزا ما حضركم شايفين فوزنا 3-0 على سبورتينج وبإذن الله في سكواد كويس جداً جداً عندنا يقدر يعود غيابهم في مطش بكرة إن شاء الله مع نادي الصيد نادي الصيد فريق محترم عمل فرقة كويسة جداً يمكن هناك اللي مسك الرئيس الجهاز أحمد كابتن أحمد فتحي والراجل حقيقة عمل شغل كويس قوي ومعاه طبعاً كابتن أشرف الفر مدير نشاط الرياضي واحد أبناء النادي الأهلي فعارفين يعني إيه تفوق في الألعاب الرياضية ونجحوا بشكل كبير إن هم يعملوا قاعدة عريدة في الطائرة وعلى فكرة مش طائرة بس وفيه ألعاب كتيرة جداً نادي الصيد الحقيقة عامل فيها طفرة ودي حاجة حقيقة تسعدنا إن نادي يعني لما نادي الصيد يخش تعايفين طبعاً نادي الصيد نادي اجتماعي أكتر ما هو الرياضي ولكن سايفين دلوقتي بدأ يخش في الرياضة فأكيد القاعدة الرياضية بتزيد ودي في الآخر لصالح منتخبات مصر ترجمة نانسي قنقر